أهلا بكم ملعب أتا تورك الأولمبي الذي يقع غرب مدينة أسطنبول يستضيف نهائية دور الأبطال بين ماشرس سيتي وإنتر ميلان الملعب بدأ بنائه عام 1999 تم افتتاحه عام 2002 لاستضافة أولمبياد 2008 لكن تركيا لم تنل شرف استضافة الأولمبياد عام 2004 تم منح الملعب لقب المجمع الرياضي المصنف خمس نجوم نظرا لساعته الكبيرة حيث يسعى لأكثر من 75 ألف مشجع الساعة الكبيرة مكنت الملعب من استضافة عدة نهائيات لبطولات الاتحاد الأوروبية أبرزها نهائي دور الأبطال عام 2005 بين الليفربول الإنجليزي وميلان الإيطالية سيستضيف الملعب النهائية دور الأبطال للموسم الحالي بين ماشرس سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي موسيقى